اشتركوا في القناة فأنا أخاطبكم اليوم يتعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع عدوان وحشي بل لحرب إبادة لا مثيل لها على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني وتخطط كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة بقتل وجرح أكثر من أربعين ألفا من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ على وعلى تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنهم هذا ما يحصل الآن في الشهر الأول فكيف لو حصل العدوان واستمر لأشهر ماذا سيحصل في قطاع غزة يجري هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية أيضا والقدس لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيل الغاصب والمستوطنين الإرهابيين إن قلبي يعتصر ألما وحزنا وغضبا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في قطاع غزة وأن عقلي لا يصدق أن هذا يتحدث على مسمع ومرأة من عالم دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية وتجنيب أبناء شعبنا العرجل مزيدا من القتل والدمار فإلى متى هذه الاستباحة والاتهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني